كل واحد فينا بيستخدم جوجل مابس على الاقل على الاقل مرة في الاسبوع في حلقة النهاردة هنتعرف على مميزات في جوجل مابس تانية غير انه بيوجهك في الطريق وهنبدأ حالا ولو انت اول مرة تشرفنا في القناة لما تشوف الفيديو لو عجبك اشترك في القناة علشان تدعمونا وفعلوا الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا اول باول كل مرة بستخدم فيها جوجل مابس بسأل نفسي سؤال احنا كنا عاملين ايه قبل الاختراع ده وده بسبب كم المزايا اللي موجودة فيه واللي بستخدمها على الاقل مرة في اليوم وهنبدأ نشوف المزايا دي مع بعض كلنا عالفين ان ممكن حد يبعث لك لوكيشن معين من خلال الواتساب او المسانجر وانت بتدوس على اللوكيشن ده وبيتفتح لك جوجل مابس وجوجل مابس بيوجهك للمكان اللي الشخص ده بعته لك لكن فيه طريقة تانية انت ممكن من السيرتش بارل فوق او شريط البحث ده تكتب العنوان بالتفصيل يعني خلينا نجرب مثلا 28 شارع طلعت حرب ده اي عنوان مثلا احنا بنجربه مع بعض هتلاقيه جبلك لستة اختيارات قريبة من العنوان ده لو دست على اي واحد فيهم هيوديك فعليا للعنوان ده بالتفصيل تعالوا نجرب حاجة تانية ممكن مثلا 30 شارع مصدق وبتدوس على العنوان وبيوديك فعلا للعنوان وبالتالي كل مرة حد بيقولك العنوان مش لازم يبعتولك كالوكيشن هو ممكن يقولك العنوان وانت تكتبه في البحث وجوجل مابس هيوديك للعنوان ده مباشرة تخيل مثلا ان انت سايق وعايز تدور على اقرب محطة بنزين فيه شورت كاتس هنا تحت السيرتش فيها كذا اختيار تعالوا نجرب مثلا ندوس على جهاز دي هيجيب لك اقرب محطة بنزين ليك وبيوجهك ليها كمان انت ممكن كمان تكتب فوق في السيرتش اقرب صيدلية تعالوا نجرب اقرب صيدلية يعني مش لازم تكون حافظ اسم الحاجة بعنها وهو هيجيب لك ايه اقرب صيدلية ليك انت ممكن تكتب اقرب مطعم اقرب مستشفى اقرب اي حاجة انت عايز توصل لها انت كمان ممكن تكتب اقرب مطعم باسمه يعني مثلا اقرب مكدونالز اقرب كنتاكي وهو هيوديك للمكان ده الخاصية دي مفيدة جدا فعلا ومش هتخليك تحتاج تسأل حد ماشي في الشارع عن مكان الخدمات دي ومش هتعرض نفسك للسؤال بتاع هو قالك فين خاصية كوميوت واللي موجودة في الشريط اللي تحت اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو قديم لكن النهاردة هنتكلم عنها بالتفصيل الحقيقة الخاصية دي لها فايدة هكلمكم عنها كمان شوية لما نزبط الاعدادات بتاعتها لما بتختارها من تحت بتفتح التلات نقط اللي فوق وبتروح لكميوت ساتنجز او الاعدادات هنا بتختار عنوان البيت بتاعك ويفضل تعمله وانت قاعد في البيت وهنا بتختار عنوان الشغل بتاعك برضو يفضل تعمله وانت في الشغل علشان دقة اختيار المكان بعد كده بتختار انت ازاي بتروح الشغل وبترجع من الشغل هل مثلا بتروح بالسيارة الخاصة هل بتروح بمواصلات عامة هل بتركب السيارة لنقطة معينة وتاخد بمواصلات عامة متسك ماشي بالعجلة حسب الوسيلة اللي انت بتروحها انت كمان بتحدد من هنا الوقت اللي بتسيب فيه البيت تروح الشغل والوقت اللي بتسيب فيه الشغل تروح البيت علشان يقدر يعرف تحركاتك ويزبط لك الطريق ولما بتفعل الخاصية اللي تحت دي هو بيجيب لك في الاشعارات اخبار الطريق ايه يعني قبل ما تنزل تروح الشغل يقول لك للطريق سهلك فيه زحمة فيه حدثة وقبل ما تنزل تروح البيت بيقول لك نفس الموضوع بحيث لو تلاقيت زحمة معينة في مكان معين تقدر تغير الطريق بتاعك وتشوف طريق تاني قد إيه دي خاصية مهمة جدا وعملية جدا وهتوفر لك كل يوم أحسن طريق تروح منه للشغل وأحسن طريق ترجع بي بيتك بالسلامة خلينا نفترض أن أنت هتتحرك لمكان معين ومن المكان المعين ده هتتوجه لمكان تاني زي أنك هتوصل حد الأول وبعدين تتوجه للمكان اللي أنت عايز تروح طب تعمل إيه؟ بتدوس على السهم ده اللي هو go عادي خالص كأنك بتكتب أي عنوان وبتحدد المكان الأولاني اللي أنت هتروحه خلينا نفترض مثلا 30 شارع 30 شارع السودان زي ما هو جاب لي كده أوكي بتدوس على الثلاث نقط اللي فوق وبتختار add stop أو أن أنت تضيف مكان للتوقف بتدوس عليه وبتكتب المكان التاني اللي هتتوقف فيه وليكن مثلا العنوان اللي هو جايبهولي ده وبالتالي هو بيجيب لك إيه البلان بتاعتك وإيه الرحلة بتاعتك أول حاجة بيجيبها لك بيقول لك التريب دي أو الرحلة دي هتاخد وقت قد إيه أنت ممكن كمان تضيف كذا stop زي ما أنت عايز وبعدين بتدوس done وأول لما بتقوله start هو بيبدأ يوجهك للنقطة A وبعد لما بتوصل للنقطة A بيبدأ يوجهك للنقطة B أنت كمان لو دست على steps and more هيجيب لك بالزبط الخطوات اللي أنت هتعملها أو الاتجاهات اللي هتمشي فيها يمين شمال على طول لحد ما يوصلك للنقطة اللي أنت محددها لو أنت عارف أن أنت هتكون موجود في منطقة معينة ومحتاج خريطة المنطقة دي تبقى معاك بس مش عايزه أنت في المكان ده تعتمد على باكت الانترنت وإنت في البيت ولسه متوصل بشبكة الواي فاي تبحث في المكان اللي أنت عايز تروحه وليكن مثلا العنوان اللي هو جابهولي ده بتختار العنوان وبعدين بتدوس على الثلاث نقط اللي فوق دي وتقوله download offline map وبيبدأ يحدد لك المكان اللي أنت عايز تحمل الخريطة بتاعته ممكن تعمل zoom out وzoom in بس كل ما هتكبر المساحة كل ما مسحت الخريطة هتبقى أكبر طيب فايدة الموضوع ده إيه؟ فيه ناس كتير بتسافر خارج البلاد وبيكون خطة تلفونها مش شغال انترنت ومحتاج أنه يكون معاه خريطة الفندق مثلا أو خريطة المكان اللي مسافر يعمل فيه شغل فبتحدد الفندق ده في أنهي مربع أو منطقة في المدينة وتخلي الخريطة تبقى offline بحيث تقدر تتحرك بالخريطة دي رغم عدم اتصالك بالانترنت أحيانا بيكون فيه شخص عزيز عليك زي والدتك أختك زوجتك رايحين مكان معين وإنت عايز تتطمن عليهم أول بأول طول المشوار بنعمل إيه؟ بنستخدم خاصية اسمها share live location بس اللازم اللي يستخدمها هو الشخص صاحب المشوار يعني زوجتك أو أختك أو الناس دي بيختاروا من search فوق المكان اللي رايحينه وليكن ده مثلا وبعدين بيختاروا directions أو الاتجاهات ومن الثلاث نقط اللي فوق share your location بيجيب لك مين الناس اللي هتعمل معهم share location بتاعك أول بأول بتختار هنا انت هتفضل تعمل share location لمدة قد إيه ساعة ساعتين تلت ساعات أو لحد ما انت تقفل الخاصية دي هو كمان بيجيب لك نسبة البطارية بتاعت التليفون قد إيه بحيث ان انت تفضل متطمن على الشخص ده أول بأول وامتابعه أول بأول ودي بتكون حاجة مطمئنة جدا على الناس القريبين ليك ما تفضلش قلقان عليهم فيه كمان في جوجل مابس جزء اجتماعي شوية هو اسمه Contribution أو المشاركة الجزء ده فايدته هو ان انت بتدي تقييم للأماكن اللي رحتها تقييم سواء نجمة نجمتين تلاتة لحد خمسة انت كمان ممكن تضيف تعليق سواء سلبي أو إيجابي للمكان ده وممكن كمان تضيف صور وعلى فكرة كل حاجة بتضيفها بتاخد عليها Points والPoints دي فايدتها ان هي بتديلك لقب Local Guide وكل لما تكتب وتقيم وترفع صور أكتر كل لما تاخد نقط أكتر وتعلم في المستوى أو الليفل طيب ده فايدته ايه؟ هو الحقيقة ملوش فايدة قوي لكن جوجل مابس كل سنة بيعملوا مؤتمر في كاليفورنيا ويختاروا متين فرد من الGuides دول بس لازم تكون في المستوى الخامس أو السادس مش متأكد بصراحة والاختيار مش عشوائي لكنه بيطلب منك شوية حاجات تقدمها زي ان انت مثلا تكتب مع الصور عن الأماكن اللي بتحبها وتعمل فيديو بتحكي فيه عن تجربتك ك Local Guide طبعا هي حاجة شوية مش مضمونة لكن مين عارف ممكن تنجح وتروح المؤتمر على حسابهم أتمنى تكون حلقة النهاردة مفيدة ياريت لو عجبتكم تعملوا لايك وشير ونتقابل في حلقة جاية بإذن الله شكرا